يا سيدتي احنا ما ندري من اللي يطرد الامريكان جماعة المالكي وطلع المالكي قال انا وديت على الامريكان وقلت لهم اذا ما اطلعون انا باشر راح انزل المقاومة واعلن الحرب على الامريكان ويقول المالكي حسب ما صرح هو تصبح موجود راح الضابط وقال للامريكان قال لهم المالكي هتش يقول قالوا للمالكي يسويها وكأنما هي لعبة طوبة لكأنما لا اكو بنتاقول ولا اكو مستشارية من قومي ولا اكو قواعد وكذا هاي بالبسراء القنبلة خلي خليها على صفحة وانا عرف الاسوار فعرف القضية هاي وعدة المقاومين اللي يقولون احنا طردناهم والحال هو قرار مجلس البردمان العراقي للمقاومة طردتهم ولا المالكي والمالكي هسه اذا يرحون الامريكان يتعزوا الصخم لان يعرف اذا صار طراغ ينوكل فهذا طردت الامريكان طردت المقاومة وكذا بعدين اذا هما طردوا وطردوا من الباب رجعوا منيين من الشباش بعدين هما من ذاك اليوم الهاليوم موجودين والضربات عليهم وما طلعوا تفهمي شلو ومر الاخ جابر الاخ العطواني وهذا ولد طيب ولطيف ويمحتقد يمي الشيهناني صحيح قال انه المالكي ودى علينا وقال الامريكان ودوا علي قالوا لي يا معود بلك التقنع هم يضربونه قلت له شيخنا ترى الامريكان ماكوا داعي يودون علي المالكي ويدون عليكم ويدون لكم شيء اخر وكذا المالكي رتبها برأسهم يريدون المهم ما حتى الامريكان طلعوا بقرار برزمان العراقي بسنته واكراجه وشيعته